اشتركوا في القناة مرحبا وسهلا فيكم في قناتي اذا ما عملتوا سبسكرايب بهاي القناة اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح مرحبا يعطيكم العافية السؤال بنسأل كل يوم بنطرح علي اكثر من مرة دكتور هل ألبس كفوف او ما ألبس كفوف طبعا موضوع لبس الكفوف هذا او القفازات خاصة القفازات الطبية موضوع وسهل شرحه الناس كتير عام الان بتلاقيها رايحين على السوبرماركت لابسين قفازات وبتوقعوا انه في حماية طبعا هون النقطة انه انت لما تلبس القفازات بتشعر انه في حماية بسموها فورس او شيء كاذب انت بتشعر شعور كاذب انه انت محمي لكن للأسف هشرح الكلان الموضوع ورح تفهموه الفيروس هذا ما بدخل عن طريق الجلد فاذا لمست انت السطح اللي عليه فيروس وما لمست وجهك اللي هو احنا حكينا سابقا اكثر من ما انه فيروس هذا بدخل عن طريق الجهاز التنفسي للانسان اللي هو الانف والتم في بعض الحالات بدخل عن طريق العين فلمس اي من هدول الثلاث اشياء اللي هو العين الانف الاذن ومحاولة انه يكون لمس مباشر هذه هي الخطورة في نقل الفيروس من الاسطح للوجه فاذا انت لمست الفيروس وما لمست وجهك ان شاء الله ما بصير اي اشي المشكلة اللي راح تصير انك راح تنقل الفيروس هذا من سطح الى سطح لان هذا الفيروس ما بتحرك لحاله بده شخص ينقله من سطح الى سطح فبدون بلمس اليدين بدون لمس الوجه ما في خطورة ان شاء الله المشكلة اللي عم بتصير او الناس اللي ما بتعرفها انه القفاز هذا واليد في فرق كبير فيه الجلد يبقى عليه الفيروس من 10 الى 15 دقيقة بما معناه انك اذا انت 10 الى 15 دقيقة تقريبا منحكي احنا مناش نحكي دقائق بالضبط اذا انت ما غسلت ايدك وبعد 15 دقيقة لمست وجهك لا سمح الله او بدون مشاء ملاحظة ان شاء الله ما راح ينتقل الفيروس لكن الكمامة قد يبقى عليها 8 ساعات الى 12 ساعة ليش الكمامة الكفوف سوري الكفوف راح يبقى عليها من 8 8 ساعات الى 12 ساعة فلبس الكفوف يعطيك هذا الشعور الكاذب اللي هو اصعب من اليدين احنا دائما بنغسل يدينا بس ما شفت حدا بغسل يدي بالكفوف قليل جدا خلينا نعرف كمان شغلة مهمة انه هاي الكفوف تستخدم لمرة واحدة اوكي فيجب ان نعرف كيف طريقة ازالتها او شلحها بشكل عام الان اذا احنا لابسين الكفوف بكل اليدين اوكي ما نلمس الداخل تبع يدينا بنلمس بنعمل بنش زي هيك للكف وبنسحبه بالطريقة هاي بحيث انه يطلع اهم شيء انه السطح الخارجي للكف ما يلمس يدنا النظيفة اوكي وبالتالي هذه المرحلة الاولى الان هون ما بقدر اعمل بنش بدخل اصبعي تحت اليد اوكي وبعمل قلب للكمامة بحيث برضو ما استطيع اني المس اليد وطبعا هاي من الداخل ترقى في سلة قمامة نظيفة او سلة قمامة خاصة للمخلفات الطبية الافضل طبعا اذا لا تلقى في سلة قمامة وتغلق عشان الفيروس هذا ما ينتشر فهذه الكفوف اللي بنحكي عنها او القفازات زي ما حكينا انه هل اتس ركومندد انا بحكي لا الا اذا انت طالع مثلا في مكان في دم وفي اشياء ثانية في مكان في تلوث بدكش انك ما عندك مجال تغسل ايديك يس ممكن تلبسها وتكبها بعد ما تخلص كل الموضوع ما تخليها على ايديك ما تضلك تستخدمها ما تلمس وجهك تشعر انك انت بروتكتد هذه هي النقطة المهمة القفازات ليست افضل من اليدين في الحماية وان شاء الله ربنا يحميكو وسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد